رغم ضراوة المواجهات على أطراف المحافظة وتعرضها للاستهداف المستمر من قبل الميليشيا الحوثية كان العام 2020 حافلا بالعطاء والإنجاز في مختلف جوانب الحياة الخدمية والتنموية والأمنية فقد استطاعت السلطة المحلية بمأرب أن تطاوع الأحداث لصالحها وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام خلال العام 2020 ما رأيناه من أنشطة اقتصادية في محافظة مأرب خلال هذا العام يشعر الإنسان كما كان في منطقة السلام وليست منطقة حرب تحيط بها الحرب من ست جهات من المشاريع الكبيرة والمتوسطة وصولا إلى تحسين المدينة والمجسمات وكأننا نعيش حالة نهضة وهي تحسب لمحافظة مأرب والسلطة المحلية أنها جعلت من مأرب منطقة مصب للاستثمارات والأموال وتدفق الشركات والاستثمارات وهي تعتبر معجزة في الوقت الحالي كونها تعيش منطقة حرب وتحولها إلى منطقة استثمارية وتفوق كثير من المحافظات المحررة والمحافظات المستقرة عشرات المشاريع التنموية والخدمية افتتحت في كافة مديريات المحافظة ومدينتها من أهمها مشاريع التعليم والصحة والطرق والكهرباء التي وزعت على المديريات وفق الاحتياج كما استقبلت المحافظة خلال العام 2020 عشرات الآلاف من الأسر النازحة استطاعت السلطات المحلية احتواءهم وإيصال الخدمات اللازمة إليهم جانب التعليمي يحظى باهتمام كبير في المحافظة إلى جانب أيضا الحدث الكبير الذي كان كلة الطب التي هي اليوم استعبت عدد كبير من أبناء المحافظة ومن خارجها بحسب الشروط التي عدتها رأسة وعمادة جامعة إقليم سبا إلى جانب آخر والعمل المستتب الجانب المهم والاستراتيجي والتنموي هو الطاقة التي تم البدء بها من الغازي والتي دشنها الأخ محافظة المحافظة التي هي اليوم خففة على المحافظة وعلى علينا من عدة جانب أولا الطاقة المشترى وتم توفير هذه المبالغ التي اليوم تشاهدونها في توسعة بداخل المدينة وأيضا في الطرقات يرى مراقبون أن الإنجازات التي حققتها سلطات مأرب بميزانية محددة للمحافظة وفق النظام الاتحادي تعود أسبابها إلى الأمن والاستقرار الذي يسود المحافظة من خلال يقضة الأجهزة الأمنية فيها والتفاف كافة القوى السياسية حول قيادة المحافظة ما شكل كتلة صلبة تتحرك باتجاه الإنجاز متجاوزة كل العقبات عاشت محافظة مأرب خلال العام 2020 مرحلة مليئة بالتحديات ابتداء بالجبهات المشتعلة على أطرافها وموجات النزوح إليها لكنها كانت المحافظة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في مجال البناء والإعمار والتنمية المستدامة محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب